ترأس صاحب السيادة كيرجوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفلدلفيا وسائر الأردن للروم الملكين الكاثوليك الاجتماع الشهرية لكهنة الأبرشية في دار المطرانية في أم السماق بعمان وقد تناول الاجتماع عدة قضايا روحية ورعوية وقدم الإرشمدريت حكمة حددين موضوعا قيما عن روحانية كهنة البرادو إضافة إلى شهادة حية حول خدمته الكهنوتية خلال أربعة عقود مضت فيما تطرق رئيس الأساقفة جبارة إلى روحانية الصوم الأربعين المقدس والاستعداد لزمن القيامة وفي ختام الاجتماع بارك صاحب السيادة طعام المحبة وتناول الجميع وجبة الغذاء في جو من الألفة والمودة